انا مصر اشتركوا في القناة مباركا وميمونا على الأمة الإسلامية وأن يرزقها النصر والعزة والتمكين وأن يهدي المسلمين والمسلمات إلى ما يحب ويرضى فهذه الحلقة للرد على بعض الإباضية الذين حاولوا أن يردوا على سلسلة الردود العلمية على شبهات مفت الإباضية والتي بينا فيها منهج مفت الإباضية المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل وحتى بينا في هذه السلسلة مخالفات الشيخ أحمد الخليلي لمنهج محقق الإباضية المعاصرين وأكثر ما سأني في ردود هؤلاء الإباضية هو أنهم يزعمون أن ردودهم علمية ولا بد قبل عرض كلامه والرد عليه أن نبين سبب الخلاف وموضع النزاع بيني وبينهم في هذه المسألة التي سنرد حولها حتى يكون المشاهد على نور وبصيرة في كتاب الاستبداد مظاهره وعلاجه لشيخ الإباضية أحمد الخليلي أنه كان يقول عن بني أمية إنهم شددوا على الناس حتى في الرواية عن علي بن أبي طالب حرصا منهم على تناس اسمه فكانت الرواية عنه تعد من الجرائم التي لا تغطفر ودليل ذلك ما ذكره بن رجب في شرح علل الترمذي في قوله وروا محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة حدثنا عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسنى قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه قال كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي وكان في عمل الحجاج إذن فمفط الإباضية ذكر أن الدليل على زعمه هذا هو ما ذكره بن رجب في شرح علل الترمذي ولما عدنا لكتاب شرح علل الترمذي وجدنا أن الرواية ضعيفة وأن الإمام بن رجب حكم على هذه الرواية بالضعف كما هو موضح أمام حضراتكم على الشاشة هذه هي الرواية قال ابن رجب إسناده ضعيف فماذا فعل الشيخ الخليلي ذكر الرواية من نفس هذا الكتاب ولم يبين أنها ضعيفة وأن نفس الكتاب الذي يعزو إليه الرواية يبين ويقول إنها ضعيفة فماذا فعل الشخص الذي حاول أن يرد عليه هذا الشخص ظن أن الإمام بن رجب الحنبلي لأنه ذكر رواية قبلها وهي قول ابن رجب وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور سمعت الحسن قال ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الحسن البصري لا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه من رجلين إلى هنا انتهى كلام الإمام بن عبد البر كما سنعرضه لحضراتكم من كتاب التمهيد ثم ذكر الإمام بن رجب الحنبلي هذه الرواية التي استذل بها مفت الإباضية الشيخ أحمد الخليلي وبعدما ذكرها ابن رجب ذكر أن إسنادها ضعيف فنسب هذا الإباضي إلى ابن عبد البر أنه ذكر هذه الرواية وأثبتها واستدل واحتج بها على صحة سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب فسنسمعه ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى والرد العلمي على الأستاذ أبو عمر الباحث أن ابن رجب الحنبلي ذكر في شرح علاله رواية عن ابن عبد البر والرواية تقول روا عباد بن منصور سمعت الحسن إلى قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه قال كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي وكان في عمل الحجاج وقال ابن رجب الحنبلي معلقا على هذه الرواية وهذا إسناد ضعيف ولم يثبت للحسن سماع عن علي ابن عبد البر هنا دليل على أن ابن عبد البر يثبت هذه الرواية وعلق عليها ابن رجب بالتضعيف هنا دليل على أن ابن عبد البر يثبت هذه الرواية هنا دليل على أن ابن عبد البر يثبت هذه الرواية ممتاز أين ذكر ابن عبد البر هذه الرواية أمام حضراتكم كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الجزء الأول صفحة رقم 57 قال ابن عبد البر وقال عباد بن منصور سمعت الحسن يقول ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذهب لصفحة رقم 58 وقال ابن عون وذكر رواية غير التي نتحدث عنها إذن فابن عبد البر لم يتعرض للرواية التي نبحث فيها أصلا فكيف يثبتها ويصححها كما يزعم هذا الإباضي وعليه أقول الرواية الأولى التي نقلها ابن رجب بالفعل ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ولكن هذا الإباضي زعم أن ابن عبد البر ذكر الرواية الثانية وأثبتها واستدل بها على صحة سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب هنا دليل على أن ابن عبد البر يثبت هذه الرواية أريد أن أنصح هذا الأخ الإباضي بنصيحة ذكرها ابن عبد البر نفسه في كتاب التمهيد أيضا في نفس الجزء في الصفحة الثلاثين قال يحيى بن سعيد القطان ينبغي لصاحب الحديث أن تكون فيه خصال ينبغي أن يكون جيد الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه ينبغي أن تكون جيد الأخذ وتفهم ما يقال لك وتبصر الرجال وأنت تعاهد ذلك من نفسك بل إن الإمام أبا عمر بن عبد البر يقول بالانقطاع بين الحسن البصري وبين علي بن أبي طالب فما هو الدليل على هذا الكلام؟ أمام حضراتكم كتاب الازتذكار لابن عبد البر الجزء الخامس والعشرون في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة ذكر رواية عن الحسن عن علي بن أبي طالب ثم علق ابن عبد البر على هذه الرواية قائلا وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي بن أبي طالب طبعا كلمة منقطع يعني بها الانقطاع بين الحسن وبين علي بن أبي طالب لأن في كتب التراجم والرجال أن معلى سمع من هشيم وهشيم سمع من منصور ابن زاذان ومنصور سمع من الحسن البصري فليس في هذا السند انقطاع إلا ما بين الحسن وما بين علي بن أبي طالب فكيف زعم هذا الإباضي أن ابن عبد البر يقول بصحة سمع الحسن البصري من علي بن أبي طالب وينسب إليه ما لم يقوله مع أنه نص على خلاف ذلك إذن فخلاصة هذه النقطة أن ابن عبد البر لم يذكر الرواية ولم يثبتها ولم يحتج بها على صحة سمع الحسن البصري من علي بن أبي طالب وأن ابن عبد البر يقول بالانقطاع وعدم سمع الحسن البصري من علي بن أبي طالب إذن فهذا الإباضي أخطأ في هذه النقطة ولم يفهم كلام الإمام ابن رجب الحنبلي وعز إلى ابن عبد البر ما هو بريء منه ثم ذكر الإباضي كلاما للصيوطي رحمه الله والذي حاول فيه الصيوطي أن يصحح سمع الحسن البصري من علي بن أبي طالب والذي حاول أن يستدل به الإباضي على صحة الرواية اعتمادا على قول الصيوطي في هذه المسألة ومما نحتج بسماع الحسن من علي الإمام السيوطي في مجموع من رسائل السيوطي طبع الدار الكتب العلمية في إتحاف الفرقة صفحة 39 وصفحة 40 مسألة أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري عن علي بن أبي طالب أو من علي بن أبي طالب إلى أن قال وأثبته جماعة وهو الراجح عندي أي عند الصيوطي لوجوه وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة فإنه قال الحسن بن أبي الحسن البصري عنه وذكر الصيوطي بعد ذلك الوجوه الوجه الأول أن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترقيح أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم وذكر في الوجه الثالث أنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه أي من علي أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم إلى أن قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه قال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك إني في زمان كما ترى وكان في عمل الحقاق كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي ابن عبد البر والسيوطي وضياء الدين المقدسي الحنبلي والمزي في التهذيب فكلهم يثبتون سماع الحسن من علي بن أبي طالب ويحتجون بهذه الرواية إذن فأين التدليس والتلبيس الذي تدعيه أيها الأستاذ الفاضل طبعا هذه الطريقة التي يتبعها الإباضية للدفاع عن أخطاء شيخهم ومفتيهم أحمد الخليلي غير علمية ولا منهجية فمجرد قول ليس عليه دليل صحيح ثابت لن يغير من الحق المعروف المستقر عند الآئمة والعلماء في هذه المسألة شيئا على الإطلاق فقول الصيوط هذا معارض بأقوال جهابذة العلم وعمالقة التحقيق والفضل الذين هم أعلموا منه وأرفعوا منه كعبا وأعلى منه شأنا في هذا العلم الكتاب الذي استدل منه هذا الإباضي هو مجموع رسائل الصيوط وهذا هو الكتاب أمام حضراتكم جمع وتحقيق وتعليق أبو الفضل بدل بن عبد الإله العمران الطنجي وتفنيدوا كل ما قاله الصيوط في هذه المسألة موجود في نفس هذا الكتاب يعني أبو الفضل الطنجي بعدما ذكر كلام الصيوط جاء بعده بما يرد عليه ويفنده ويبين ضعفه بما لا يدع مجالا للشك سنذهب على صفحة رقم 44 قال نقد الشيخ عبد الله بن الصديق لرسالة الصيوط ذكر سبب كتابته لهذا النقد ثم قال إن الحسن البصري لا يثبت له سماع من علي عليه السلام وإنما رأاه فقط بهذا قال حفاظ الحديث ونقاده حتى كاد يكون مجمعا عليه بينهم يا جماعة هذه المسألة كادت أن تكون من المسائل المجمع عليها عند الحفاظ والنقاد والأئمة والعلماء قال بل حكى بعض الحفاظ الإجماع عليه ولكنه لا يصح لما سيأتي يعني دعوة الإجماع لا تصح لأن هناك من عارض ذلك كالصيوط قال وهذه أسماء من حضرنا من الحفاظ الذين أنكروا سماع الحسن من علي أبو زرعة الرازي ويحيى بن معين والبخاري والترمذي والذهبي والمزي طبعا وسيأتي الكلام عن المزي ونبين الخطأ الفادح الذي وقع فيه الإباضي حينما حاول أن يرد علي قال والمزي وابن ناصر الدين الدمشقي والدمياطي وأبو الخطاب بن دحية وابن الصلاح والنووي والعلاء وابن الملقن ومغلطاي والبرهان الحلبي والأبناسي والهكاري وابن حبان والعراقي وابن الجزري وابن حجر العسقلاني والسخاوي قال ولا بأس إذا نحن ذكرنا بعض العبارات عن هؤلاء وغيرهم في نفي سماع الحسن طبعا من أراد أن يقف على أقوال هؤلاء العلماء فليعلم أني سأنشر بحثا على المدونة وعلى الموقع الرسمي لقناة مكافح الشبهات أذكر فيه أقوال هؤلاء العلماء فإذا كنت تحتج بقول للصيوط وغيره فما رأيك بكل هؤلاء العلماء وكل هؤلاء ينفون سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب نفيا قاطعا واضحا طبعا يوجد غير هؤلاء العلماء كابن عبدالبر وبدر الدين العيني وغيرهم أيضا فالمسألة فيها ما يشبه الإجماع فما فائدة نقلك لكلام الصيوط أو غيره وليس لديهم أدلة صحيحة على ما زعموا يقول المؤلف ولا بأس إذا نحن ذكرنا بعض العبارات عن هؤلاء وغيرهم في نفي سماع الحسن من علي بل لعل ذكر ذلك يكون أدعى لقبول النفس واطمئنانها قال قتادة والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة يعني الحسن البصري لم يحدث قتادة عن رجل من أهل بدر مشافهة أبدا طبعا علي بن أبي طالب من أهل بدر يعني إذا قتادة ينفي سماع الحسن من علي وعن أيوب السختياني قال ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة وسئل أبو زرعة هل سمع الحسن أحدا من البدريين قال رآهم رؤية رأى عثمان وعليا قيل هل سمع منهما حديثا قال لا رأى عليا بالمدينة وخرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم يلقاه الحسن بعد ذلك وقال علي بن المديني وهو شيخ الإمام البخاري عن الحسن إنه لم ير عليا إلا إذا كان بالمدينة وهو غلام يعني لم يسمع منه وقال ابن دحية وابن الصلاح لم يسمع الحسن من علي عليه السلام حرفا وقال النووي قيل إن الحسن لقي عليا رضي الله عنه ولم يصح وقال المزي رأى الحسن عليا وطلحة وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم وقال ابن الجزري أهل الحديث لا يثبتون للحسن سماعا من علي وأثبت له المعاصرة والرؤية وقال الحافظ ابن حجر أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا بل هناك مؤلفات ألفت في نفي سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب كالجزء الذي ألفه ابن نصر الدين الدمشقي وشمس الدين السخاوي وغيرهما ومن أراد الرد على كل كلمة قالها الصيوطي في هذه المسألة فليكمل القراءة من نفس هذا الكتاب إذن فالرد على ما قاله الصيوطي وتفنيده موجود في نفس الكتاب الذي كان يستدل منه الإباضي ثانيا هذا كتاب جلال الدين الصيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي يقول في صفحة 154 عن الصيوطي بيد أنه لميله إلى التصوف يرجح ما يسند أقوى لهم فهو يرجح مثلا كون الحسن البصري قد لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروا عنه مع نص بن حجر وغيره من كبار المحدثين على أنه لم يلقه فما هو سبب ذلك قال وذلك لأن المتصوفة يرون أن علي قد ألبس الحسن خرقة التصوف فإثبات عدم اللقاء يهدم قولهم كتب الصيوطي رسالة سماها اتحاف الفرقة برفو الخرقة حاول فيها إثبات رواية الحسن عن علي وبالتالي إثبات إلباسه خرقة التصوف وقال بيد أنه يلاحظ عليه التساهل في إيراد الأحاديث التي تدعم ما يذهب إليه الصوفية وقال على أن التساهل في قبول الروايات الذي رأيناه عنده بصدد التصوف في بعض الأحيان قد ظهر لديه في أماكن أخرى حيث أورد كثيرا من الأخبار غير الصحيحة أو الموضوعة ولم ينبه على وضعها هذا الكلام واضح أم غير واضح؟ وأنبه وأكرر أن الوجوه التي ذكرها السيوطي في هذه الرسالة اتحاف الفرقة الرد عليها وتفنيدها موجود في نفس الكتاب الذي عرضه الإباضي فمن شاء أن يقرأ ذلك فليقم بتحميل الكتاب وليقرأ بنفسه تفنيد ما ذكره السيوطي ثالثا زعم الإباضي أن الإمام المزي يثبت هذه الرواية التي استدل بها مفت الإباضية ويحتج بها على سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب والمزي في التهذيب فكلهم يثبتون سماع الحسن من علي بن أبي طالب ويحتجون بهذه الرواية وليس على المشاهد الكريم إلا أن يذهب بنفسه إلى كتاب تهذيب الكمال ليكتشف ما فعله الإباضي فهذا هو الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة الجزء السادس في صفحة 95 يقول الحسن بن أبي الحسن واسمه يصار البصري أبو سعيد في الصفحة التي تليها مباشرة قال الإمام المزي عن الحسن البصري رأى علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله وعى إشتا ولم يصح له سماع من أحد منهم مرة أخرى قال الإمام المزي عن الحسن البصري إنه رأى علي بن أبي طالب وطلحة وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم فكيف زعم الإباضي أن قول الإمام المزي في هذه المسألة هو تصحيح سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب وكيف يزعم أن قوله هذا هو الرد العلمي في هذه المسألة هذا قلب للحقائق ولكن لأن الإمام المزي ذكر الرواية محل بحثنا في ترجمة الحسن البصري ظن هذا الإباضي أنه يحتج بها ولا يعلم هذا الإباضي أن كل العلماء والأئمة حينما يترجمون لأحد العلماء أو الرواه لا يشترطون الصحة في كل ما ينقلونه في ترجمة هذا الشخص المترجم له وإذا كان هذا الإباضي يظن عكس ذلك فسنلزمه بما يظنه إن كان يظن أن مجرد ذكر الإمام المزي للرواية في تهذيب الكمال يعد تصحيحا منه لها فسنطلب منه أن يفتح الجزء الرابع من تهذيب الكمال في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المائة الرابعة قال الإمام المزي وقال داود بن أبي هند عن عزرة دخلت على جابر بن زيد وجابر بن زيد أحد آئمة أهل السنة والجماعة وهو من تلاميذ بن عباس رضي الله عنهما ولكن الإباضية يزعمون أنهم أخذوا علمهم عن جابر بن زيد قال عزرة دخلت على جابر بن زيد فقلت إن هؤلاء القوم ينتحلونك يعني الإباضية قال أبرعوا إلى الله من ذلك يعني هؤلاء الإباضية ينسبون أنفسهم إليك قال أبرعوا إلى الله من ذلك إذن الإمام جابر بن زيد أبو الشعثاء تبرأ من انتساب الإباضية إليه وبعيدا عن موضوع البحث الذي نبحث فيه فهذه الرواية رواية صحيحة لكن الإباضية يحاولون باستماتة أن يضاعفوا هذه الرواية لأن فيها هدما لمذهبهم بالكامل فإذا كان الشخص الذي يزعم أنه أسس مذهبهم يتبرأ منهم فماذا بقي لهم أصلا؟ فهذه الرواية رواية صحيحة لكن بحسب ما يظنه الإباضي من أن ذكر الإمام المزي للروايات في كتابه يعد تصحيحا منه لها فنحن نلزم هذا الإباضية ومن وراءه بهذه القاعدة التي فهموها والخلاصة أن الإمام المزي رحمه الله جريا على عادة العلماء ذكر الرواية التي هي محل بحثنا من جملة ما ذكر في ترجمة الحسن البصري ولم يصححها بل نص المزي صراحة على نفي سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب فهل سيصر هذا الإباضي على زعمه الخاطئ بأن الإمام المزي احتج بالرواية على سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم زعم هذا الإباضي أن الضياء المقدسي ذكر نفس الرواية واحتج بها على سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب وضياء الدين المقدسي وضياء الدين المقدسي الحنبلي والمزي في التهذيب فكلهم يثبتون سماع الحسن من علي بن أبي طالب وهذا كتاب الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله الجزء الثاني صفحة 41 قال الضياء المقدسي الحسن بن يسار البصري عن علي عليه السلام وقيل إنه لم يسمع منه والله أعلم ثم ذكر رواية يرويها الحسن عن علي دون أن يصرح بالسماع من علي ثم قال بعدها الضياء المقدسي رواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن بصر بن عمر عن همام عن قتادة عن الحسن وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا من علي يعني الضياء المقدسي أصلا ذكر لنا قول الإمام الترمذي أنه لا يعرف للحسن سماعا من علي فأين ذكر الضياء المقدسي هذه الرواية واستدل بها على صحة سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب فالخلاصة أيضا أن هذا الأخ أخطأ أيضا في هذه المسألة فالضياء المقدسي رحمه الله لم يذكر الرواية الباطلة سندا ومتنا والتي تزعم أن الحسن البصري كان لا يستطيع أن يذكر علي بن أبي طالب خوفا من بني أمية وأن هذا الأخ نسب إليه زورا ما لم يقله ثم ذكر لنا الإباضي كتاب مغاني الأخيار مغاني الأخيار وليس معاني الأخيار للإمام بدر الدين العيني رحمه الله مستدلا بذكره للرواية في هذا الكتاب على نفس هذه المسألة وكذلك في كتاب معاني الأخيار في شرح سامي رجاء معاني الآثار لبدر الدين العيني الجزء الأول طبع الدار الكتب العلمية صفحة 210 و211 أورد الرواية في سماع الحسن من علي بن أبي طالب وليس على المشاهد الكريم إلا أن يفتح الكتاب ليعرف هل بدر الدين العيني رحمه الله يقول بسماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب أم أنه ينفيه نفيا قاطعا جازما فهذا هو الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة الجزء الأول صفحة 207 قال الحسن بن يصار وهو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد قال تحتها رأى علي بن أبي طالب وطلحت ابن عبيد الله وعائشة ولم يصح له سماع من أحد منهم يا أيها السادة المشاهدون الإمام بدر الدين العيني يصرح أن الحسن البصري لم يصح له سماع من علي بن أبي طالب طبعا هذا الكلام نقله بدر الدين العيني مسلما له من تهذيب الكمال للإمام المزي وبعدما ذكر الرواية التي احتج بها مفت الإباضية أيضا نقل من ميزان الاعتدال للذهب أنه قال كان الحسن كثير التدليس ونقل أيضا عن ابن حبان أنه قال إن الحسن البصري لم يلقى علي ومن أراد تأكيدا على أن قول الإمام بدر الدين العيني في هذه المسألة هو نفي سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب فعليه بكتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني الجزء العشرون صفحة ثلاثمائة واثنين وخمسين قال بدر الدين العيني والحسن لم يسمع من علي والحسن لم يسمع من علي فهل هذا هو الرد العلمي الذي خرج به هذا الأخو علينا وقد سأني جدا أن بعض الإخوة يطلب مني أن أرد على هذه المقاطع يا إخوة لو كان في هذه المقاطع شيء يستحق الرد لرددت عليه لكن كل ردود القوم سواء الإباضية أو أدباع عدن إبراهيم أو غيرهم كلها ردود فاشلة على نفس هذا المنوال لذلك أنا لا أحب أن أضيع وقتي في مثل هذه الأمور بل على الإخوة الذين يجدون ردا كهذا أن يبحثوا بأنفسهم عن هذه الكتب التي يستدل بها في هذه الردود ويبحثوا في مناهج هؤلاء الأئمة والمصنفين وسيعلمون يقينا أن ما قيل في هذه الردود محض باطل وخطأ وتدليس والله المستعان سأكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وسأرد على بقية ما قاله في حلقات أخرى بمشيئة الله كل عام وأنتم بخير ولا تنسوا إخواني بارك الله فيكم أن تنشروا هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته